أهلا وسهلا بكم تحياتي لجميع كما اشتوا مؤخرا بعد التحديث اللي وقع على التطبيق ديال الفايسبوك مجموعة ديال الحسابات مبقاش كي يبان عليها حساب العوائل كما أن هناك بعض الحسابات بدأوا كي يطلبوا لها يعني تأكيد الهوية وهنا غي كان هدروا على تأكيد الهوية كي يكون بالنسبة للحسابات الأغلبية للحسابات اللي إما ما مدخلاش الرقم ديال الهاتف أو الرقم ديال الهاتف اللي مدخله هو رقم هاتف غير مسجل ببطاقة التعريف الوطنية أو جواز السفر فهذا الحال هذه ما عليك إلا تضغط على تأكيد الهوية وتدخل الرقم ديال الهاتف ومن طبيعة الحال خصوك رقم هاتف مسجل ببطاقة التعريف أو بجواز السفر بالنسبة للحساب العوائل بطريقة بسيطة جدا ممكن استرجاع دياله وهي اللي غنشوفو دبا حاليا في هذا الفيديو هذا طبيعة الحال عن طريق الهاتف كيفما كتلاحظو معايا هنا يا حاليا غادي ندخلو للحساب ديالنا الشخصي البروفايل ديالنا الشخصي كنكليكو على الايقونة اللي في الأعلى وهنا كننزلو الأسفل وكننزلو الإعدادات والخصوصية كنضغطو عليها وهنا كنضغطو على الإعدادات كيفما كتلاحظو كنكليكو على الإطلاع على المزيد هنا غادي نزلو الأسفل طرق الدفع عمليات الدفع كنكليكيو عليها ونكيما كنتلاحظو ما عدناش حساب العوائد يعني اختفى حساب العوائد كنرجعو للخلف هنا غنكليكيو على المكان ديال البحث في الأعلى وكندخلو في هاد الخانة ديال البحث العوائد كنكتبو العوائد كيف ما كنتلاحظو كيعطيوها النهناية في الأسفل كندغطو عليها مباشرة بعد ما كندغطو عليها كيف ما كنتلاحظو هنا وهنا كيبن حساب ديال العوائد ديالنا يلا كليكينا هنا على السهم غير يعطينا كل حسابات ديال العوائد ديالنا طبيعة الحال يلا كليكينا على المعاملات واختارنا أي حساب من هاد الحسابات هادية غلقة والمعاملات ديالنا هنا وكيف ما كنتلاحظو هنا محتجزة لأنه ما زال ما وصلش المبلغة ديال 100 دولار على هاد صفحة هادية على هاد الحساب العوائد هذا وبالتالي كيف ما كنتشوفو بطريقة بسيطة جدا كيبان على الهاتف دينا طريقة سهلة نتمنى أنكم تكونوا استفتوا بهذا الفيديو هذا إلا كنتوا أول مرة كتشوفوا الصفحة دينا على الفيسبوك زاد لي تكنولوجيا يمكن لكم تتابعونا أما بالنسبة على اليوتيوب فالقناة دينا زاد المعرفة السليمة نتمنى لكم توفيق شكرا لكم إلى فيديو قادم بحول الله